اهلا ومرحبا بكم في الجزء الرابع لطرق التاني الصوق في الجزء الاولاني اتكلمنا عن V-Bending والجزء التاني اتكلمنا عن H-Bending والجزء التالت اتكلمنا عن بعض عمليات التانية الخاصة زي Rolling هنكمل بقية عمليات التانية الخاصة في الجزء الرابع هنتكلم عن عملية Flanging تعالي نتعرف على موضوع Flanging هذا Flanging بيبقى فيه منه انواع يعني فيه شكل Stretch وفيه Street وفيه Shrinkage وفيه Reverse والجوجد اللي هو يعتبر Double Flanging وفيه Whole Flange ممكن ندرج العملية دي من عمليات التانية الخاصة في الاغلب بتتم العملية دي على زاوية 90 درجة وبنطلق عليها Flanging بس ممكن تعملها على زاوية أقل أو أكبر بس في الأغلب بتكون تساين درجة طيب الغرض من عملية Flanging هو ان احنا نعمل تقاوية للصاج ونحسن النهاية بتاعة الصاج وبرضو ممكن يكون الغرض ان انت عايز تعمل تجميع يعني تحط الشتين عن طريق الطرفين بتوع الشتين اللحين الصاج تقدر تربطهم مع بعض أو تلحمهم فممكن تكون الفلانجينغ الغرض منها التجميع خلينا نشوف فيديو عملي كده على موضوع فلانجينغ بس عايزين نعرف ان Stretch Flanging بيبقى متعرض لتنشن أما Trinkage بتعرض أكبر لكومبريشن نشوف الكلام ده عملي لو بصينا هنا على الفيديو ده هي هنا بيتم عملية الفلانجينغ عن طريق Stamba هو الثاني للإيه النهاية وهنا برضو هيعمل Flanging عبارة عن Whole Flange ال Whole Flange تعتبر برضو عملية تشكيل ده شكل الفلانجينغ هنشوف دلوقتي عملية ال Whole Flange بتتم ازاي بشكل اكتر تفصيلا البانش والضاي Stamba هينزل ويعمل ال Whole Flange بالمانزر ده ال Whole Flange بيبقى الهدف الاساسي ان انت عايز تجمع حاجة مع بعض فممكن عن طريق ال Whole Flange طيب الجوجد عايزين نشوف عملية الجوجد اللي هي Double Flange بتتم ازاي عن طريق Stamba بالشكل اللي احنا هنشوفه ده بيعمل تانيتين على مستويين مختلفين مستوى علوي ومستوى صفلين زي ما احنا شايفين كبه فدي عملية الجوجد هي عبارة عن Double Edge Flange بكده يبقى احنا غطينا كل انواع Flanging Bending تقريبا وبإذن الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن باقي الطرق التانية الخاصة ما تنسوش تعملوا Subscribe للقناة عشان تابعوا كل ما هو جديد دحياتي على النصر صريحة بكده مستوى اشتركوا في القناة